سبب مشاكل في حياتي أبوه يا الله رب حمّه أمي تريد تربيةها ربنا سمحها دايماً الآخر هو المشكل الآخر دايماً هو المشكل بمعنى طول ما إحنا عايشين فيه آخر هيعمل حاجة مش بالضرورة إحنا عايزين يطلع الآخر ده أبوه يا يطلع أم يطلع صاحب يطلع جار يطلع عاب ما عرفوش بس إيه طبيعة الحياة فيه سبع مليار آخر عايشين معنا هالأرض هسيبونا في حالنا؟ وكل واحد عنده بلويه هو في حدارك هالأرضي الآخر هو السبب ماشي إبقى أنت عندك سبع مليار آخر هتعامل معهم هتعامل مع نفسي الآخر هو السبب الآخر يعمل هو عايز يعمله بس أنا أقدر أشعر بقدرتي أنا مش أشعر بتأثير الآخر السلبي علي ممكن أحل الوقول بسبب أن الآخر عمل كذا وبتاع مرة الجاية أما أجي أعمل هعمل حساب الآخر لكن ما قلش معايش إن أنا ما عنديش قدرة بسبب أن الآخر عمل فيها كذا ده حال الضحية على طول مكسور على طول مصدوم وأن الآخر هو السبب وما فيش فايدة وما فيش أمل والدنيا الخربانة كل ده بسبب أنها ما دخلتش مدارس إنجليزي يا أخواتي